المشاهدين عبر مشرعون أمريكيون للعربية عن أملهم في الوصول لاتفاق باليمن بعد أن كشفت مصادر سياسية رفيعة للعربية يوم أمس عن تسلم الحكومة اليمنية والحوثيين نسخة من وسودة مشروع الاتفاق المزمع التوقيع عليه قريبا لوقف الحرب في اليمن والشروع في مفاوضات تسوية سياسية شاملة السيناتور الديمقراطي كريس كونز في تصريحات للعربية اعتبر أن مواصلة الحوثيين لأعمالهم العدوانية أمر مثير للقلق مشددا على أنه يأمل بوجود اتفاق سلام يؤدي لإنهاء العمل العسكري الحوثي هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن أي اتفاق سلام محتمل ما يقلقني بشأن الحوثيين هو أنهم يواصلون أيضا أعمالهم العدوانية بما في ذلك ضد سفن حربية أمريكية وسفن مدنية في المنطقة آملوا أنه إذا كان هناك بالفعل اتفاق سلام ما فإنه سيؤدي لأنهاء هذا العمل العسكري العدواني من قبل الحوثيين من جهاتي أعرب السيناتور الجمهورية مايك براون للعربية عن قلقه من كل من يتحالف مع إيران مشيرا إلى أنه سيكون حذرا بشأن أي اتفاق لن يتم انتهاكه بسرعة كبيرة سيكون لدي قلق مع أي شخص متحالف مع إيران فيما يتعلق بما يقولون إنهم سيفعلونه وما يفعلونه بالفعل لذا نعم سأكون حذرا بشأن أي اتفاق لن يتم انتهاكه بسرعة كبيرة هذا ونفت وزارة الدفاع اليمنية مشاركة الحكومة اليمنية في أي تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات من قبل جماعة الحوثيين كده مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية أن قرارات سيادية من هذا النوع هي من الاختصاصات الحصرية لمؤسسات وسلطات الدولة العليا مطالبا بدعم قدرات اليمني وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لرادع تهديدات الحوثية واحتواء تداعياتها على حرية الملاحة الدولية أعود مرة أخرى إلى ضيفي الكريمين من واشنطن ريتشارد ويتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون وأيضا كذلك الدكتور فارس ألبيل من القاهرة مرحبا بكم معي سيد ريتشارد كنت أسأل قبل قليل عن مدى جدية واشنطن وعزمها أيضا على إنشاء قوة مهام بحرية أو تحالف دولي سمه ما شئت في البحر الأحمر لمواجهة هذه التحرشات الحوثية كما يصفها البعض في البحر الأحمر وهل هي أولوية لإدارة بايدن الآن؟ أعتقد أن الخيار متعمد في الولايات المتحدة نعود إلى هذا التحالف قد يشمل أسين ودول أوروبية التي لها نفوذ على إيران وقد يساعد هذا في دفع الحوتيين لوقف هجماتهم وبالتالي من الصعب أن نحكم إن كان هذا فعلا سينجح فهناك تركيز على أوكرانيا وحرب غزة تستقطبوا اهتماما ورئيس أوكرانيا موجود هنا أعتقد أنه ليس بأولوية ملحة الآن ليس أولوية ملحة طيب يعني هناك من يقول بأن اليوم هذا التأثير لهذه الهجمات لم يعد فقط على الأقليم أو على المنطقة لا التهديد أصبح تهديدا للمصالح الدولية لمصالح التجارية لأمن وسلامة البحر الأحمر لأي سفينة ستعبر من هذا المضيق لذلك يجب أن يتم التعامل معها بحزم من الإدارة الأمريكية أولا فبرأيك هل يمكن أن يضع هذا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المحك في مسألة إنشاء هذه القوة الآن لإحتواء ما يمكن إحتوائه حتى اللحظة ومسألة أيضا إعادة إدراج الحوتيين على قائمة الإرهاب نعم هذه مشكلة وأهم شيء فيها هو أنه سيؤثر على التجارة في المنطقة وقد تتجنب الدخول وهذا سيعني أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وأيضا مشكلة الحوتيين وكأنهم يتصرفون على أنهم طرف مهم في محور المقاومة ويهددون إسرائيل وشركائهم الآخرين التابعين لإيران لا بد أن يكون هناك طريقة لخفض هذه الطموحات من الحوتيين وأعود إعادتهم لقائمة الإرهاب هي أمر أعتقد أنه سيعيدون النظر به سيد دكتور فارس أعود لك أيضا مرة أخرى والسؤال عن هذا الاتفاق ربما الوشيكة اليوم بين الحوثيين والحكومة اليمنية تم الحديث عنه كما رأيت أمس على مستوى الجانبين برأيك هذا التصعيد الحوثي اليوم ألا يمكن أن يضر بأي اتفاق وشيك أي اتفاق سلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية بمعنى أن تحتمي به جماعة الحوثي من أي رد فعل تجاه هجماتها في البحر الأحمر وهذا التصعيد في البحر الأحمر بالتأكيد هي ترمي إلى هذه النقطة تحديدا تستمر ميليشيا الحوثي في الضغط على المجتمع الدولي وفي ذات الآن تقول أنها تذهب إلى اتفاقية سلام إذا ما حصلت فإنها ستحمي نفسها كما ذكرت أنت من مسألة الرد العسكرية وبالتالي تصبح ميليشيا الحوثي كما لو أنها أصبحت في حالة من الاندغام في تسوية سياسية تفترض بها أن لا يعرقلها المجتمع الدولي لا يقترب منها بضربة عسكرية أو ما إلى ذلك وبالتالي ميليشيا الحوثي تصعد في الأيام الأخيرة هذه تحديدا لأجل أن تصل إلى هذه النقطة الإشكالية الكاملة الآن في مسألة أن المجتمع الدولي يدفعون أو لنقول الأمم المتحدة تريد أن تدفع بميليشيا الحوثي إلى هذه الحالة دون أن حالة السلام أقصد دون أن يكون هناك إطار حقيقي لمدى انتفاء هذه المخاطر بعد السلام بمعنى هل ميليشيا الحوثي بعد أن تدخل في حالة سلام ستتوقف عن هذه الاستهدافات ستتوقف عن هذه الحالة العسكرية خارج الإطار الوطني اليمني بمعنى أنها ستدخل في حالة سلام هل أن ميليشيا الحوثي ستلتزم تماما بحالة السلام وبالتالي بمجرد إعلان هذا الاتفاق تتوقف كل عملياتها العسكرية وتهديداتها للأمن الإقليمي والدولي وفي ذات الآن حتى للحالة اليمنية داخليا هذه الأسئلة أعتقد أن على الأمم المتحدة التي تعاها هذه الاتفاقية ربما يجبنا عنها سيد ريشال أبدا نسلتها إلى حالة سلام ومن ثم ميليشيا الحوثي تزيد من حالتها ربما يجبنا عن هذه النقطة سيد ريشارد يعني يتساءل الدكتور فارس البيل ما إن تم طبعا هذا الاتفاق مشروع الاتفاق المزمع توقيعه طبعا بين الحوثيين والحكومة اليمنية وبالمناسبة بعض المشرعين الأمريكيين أيضا يأملون بالتوصل لاتفاق في اليمن لإنها الحرب هناك الدائرة منذ تسعة أعوام هل سينتفي الخطر الحوثي في البحر الأحمر في مضيق باب المندب أيضا ستتوقف هذه الهجمات البحرية والخطر على الملاحة الدولية أيضا في مضيق باب المندب هل هكذا تنظر الإدارة الأمريكية بأن أي اتفاق سياسي سيفضي إلى انتفاء الخطر الحوثي على البحر الأحمر أم هناك رؤية مختلفة وهناك فصل بين المواضيع هذه كانت سياسة حتى الآن بالتعاون مع القوى الإقليمية لجعل الحوثيين أن يضعوا السلاح جانبا وتقديم مساعدات الإنسانية والتصرف بمسؤولية لكننا نرى أن هذه الاستراتيجية لم تنجح ربما تنجح مستقبلا وقد تحاول إدارة بايدن هذا مجددا لكنني لن أكون متفائلا في هذا أشكركم جزيلا الشكر من واشنطن ريتشارد ويتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معدى ديسون ومن القاهرة الأكاديم والمحلل السياسي ليماني دكتور فارس البيل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات شكرا